من الواضح أن الشرق الأوسط تغير باستمرار وكل سنة هناك تطورات كبيرة جدا تحصل ولكن أنت على حق بالإشارة إلى اتفاقية إبراهيم في هذا الإطار أنا أتفق تماما مع الزملاء إدارة الرئيس بايدن سترحب بالمزيد من الاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية مع عدد متزايد من الدول العربية والإسلامية مثلا موريتانيا ربما دول أخرى في الساحل الإفريقي قد تطبع العلاقات مع إسرائيل ولكن أقول أيضا إنه مع إدارة الرئيس بايدن سنرى ضغطا أقل على هذه الدول وذلك يختلف عن كيفية استعمال الرئيس السابق ترامب لوسائل الضغط مثلا على السودان ليطبع السودان علاقاته مع إسرائيل الإدارة بايدن تريد ربما أن تدخل إسرائيل ديبلوماسيا إلى المنطقة من دون أن يكون هناك نوع من الاتفاق التبادلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر